اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال ملاحظاتكم أرائكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام إذن أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وأربعة صفر صفر ستة للرسائل النصية موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله منستقبل فيه الدكتور حيدر اليوسف بعد الفاصل بيكون معانا إذا وصل للسوديو إن شاء الله يوصل بالسلامة بيكون معانا على الهواء ومنجاوب على الكثير من الاستفسارات اللي يتناع عن موضوع التيمين الصحي خاصة أن أول مسج أقراه يعني مع بداية الحلقة يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيطي وبعد أرجو المساعدة حيث أنه لدي من الأبناء أحد عشرة من الأبناء ستة منهم على إقامتي وعندي ظروف مادية صعبة وأبلغ من العمر ثمان وخمسين عام ولا أستطيع عمل التأمين الصحي يعني هذه الرسالة اللي يتناعني قريتها مثل ما هي وحاط رقمتين وفونا ونحن نتواصل مع حمدة بعد البرنامج لكن أنا اللي أبغي أقولي يا جماعة الخير أن التأمين الصحي موجود لمثل هذه الحالات أنزين التأمين الصحي موجود مثل هذه الحالات أرد عليك الحين هنا على الهوى حمدة ولا بعد الفاصل بعد الفاصل أحسن أنزين فالمهم نحن نقول يعني وجود مثل هذه الأنظمة هي يعني نخلي دوي الدخل المحدود على الأقل يلاقون هذا العلاج اللي هما محتاجينه فعموما بي الدكتور حيدر وما نعرض عليه الرسالة بعد هواء أفقه منا في هذا الموضوع ما ننتقل إلى الإعلام الاجتماعي معنا لخت أسمى الجناحي بتعطينا فكرة سريعة عن أهم ما يتم تداوله صباح اليوم على صفحات السوشال ميديا من أخبار تغريدات تعليقات وإلى غيرها مرحبا يا أسمى مرحب سين يا هلا شو أخبارك طيب خبريني شو عنا اللي يديد اليوم على السوشال ميديا بس نبدأ برسالة صباحية نعطي شوية رسالة إيجابية للمستمعين النجاح الحقيقي هو في جودة عملك وكيفية وصولك لهدفك نتمنى أن تحقق كل أهدافك وصباح الأخلاف والتميز عموما أسمى في أهم المواضيع اللي يتم طرحها حاليا ويتم تداولها من قبل المغردين فتخبريني شو؟ أمس كان في حملة كان في وسم متصدر كرن في جونات الإمارات وهو شهر بدون سكر وهي حملة طلعت من المجتمع ونحن في هي تصحة نتبنينا هذه الحملة الصحية اللي بادر فيها المجتمع ويدعمها بالمعلومات وإشياء اللي تقدر تخلي الإنسان يكون بدون سكر مصنع أو سكر الأبيض ونحن نسمي سفن بالأبيض لين 30 يوم جميل جدا إذن يعني عندنا حملة بتكون شهر بدون سكر هذه أطلقها المجتمع نتمنى للمستمعين يشاركون فيها كذلك ويتابعون أيضا هيئة الصحة بدبي وهم يعني ينشرون التغريدات التوعوية في هذا الموضوع صح اسمه؟ صحيح حساباتنا اسمه على السريع شو حساباتنا هي؟ حساباتنا دي اتش اي أندرسكور دبي دي اتش اي أندرسكور دبي وأيضا عندنا المنتدى المنتدى دبي الصحي كذلك بينطلق باقلها أيام دي اتش اف اندرسكور دبي دي اتش اف اندرسكور دبي اذا نسمع شكرا لتش وتمنى لتش التوفيق ان شاء الله شكرا لك عموما ايضا مستمعينا نحن ما ننتقل الى الى بعض الاخبار السريعة او عندي خبر يعني بتكلم عنه اللي هو يقول العلماء يطلبون من الحوامل عدم استخدام مستحضرات التجميل يعني المرأة الحامل هي جميلة من الله يعني ما يحتاج تستخدم مستحضرات تجميل يقول تشير الدراسة علمية لخطر استخدام النساء الحوامل لمستحضرات التجميل بما في ذلك مزيل العرق واحمر الشفاه والعطور تزودوها شوية لانها تسبب خللا في الهرمونات مما ينعك السلبا على غريزة الامومة قال الباحثون انه تم العثور على المواد الكيميائية التي تطلق عليها اسم بي بي اس في العديد من مستحضرات التجميل والتي تسبب خللا في الهرمونات كما انها تؤدي الى ضعاف قدرة الام على التكيف مع احتياجات الطفل وهذا طبعا وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية مستمعين نحن ننتقل مما اننا نحن تحدثنا عن حسابات المنتدى دبي الصحي ما ننتقل عبر الهاتف معانا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الاولية في هيئة الصحة بدبي وهي رئيس المنتدى دكتورة اوشي صبحت شاء الله بالخير اثنين نحن نبغي ناخذ فكرة سريعة عامة عن هذا المنتدى وان شاء الله ما منعطلت وايد عن شغلت صباح النور اهلا وسهلا فيكم لا بالعكس انا جدا سعيدة بمشاركتوا إياكم في البرنامج طبعا المنتدى ما شاء الله نحن في هيئة الصحة في دبي كنا دائما نطلع ان يكون في منصة للهيئة بانها تناقش او تحاول مع المجتمع البرامج الاستراتيجية للهيئة او للصحة في امارة دبي وطبعا هذا المنتدى اوجدنا هذه المنصة لو تطلع على البرامج العديدة والمتنوعة اللي بيتطرق لها المنتدى بنشوف ان كدها تصد في المحاور الاستراتيجية لهيئة الصحة في دبي طبعا نحن في المنتدى عندنا المنتدى نفسه اللي هو فيه محاضرات من الساعة تسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وان شاء الله بعد رح يكون عندنا اللي هو جزئية احنا نسميها الانوديشن بارك اللي هي حديقة الابتكار في الصحة ورح يكون فيها عرض للمشاريع الابتكار اللي في الصحة من اشعة من عمليات بالاستخدام الروبوت من تقنيات يديدة في التواصل مع الجمهور للطبيب ورح يكون بعد في محاضرات عن هذه التقنيات وطبعا عندنا بعد ورش عمل مخصصة لأطباء في تخصصات معينة مثل في التقصي الوبائيات وفي عندنا بعد ورش عمل عن كيف ان نحنا نخلي دايما المريض محور الخدمة عندنا في في توصيل الخدمات الصحية فمثل ما تشوف الحمد لله ان البرنامج جاء متنوع ونحنا ندعي كل الاطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي بانهم يسجلون عبر الوبسايت للمنتدى طبعا التسجيل المجاني ونحنا نضحب بكل العاملين في المجال الصحي بانهم يستفيدون من مثل هذه المنتديات جميل اذا دكتورة بس نحن نذكر ان هذا المنتدى يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وايضا ينظم ما بين تاريخ تسعة وعشرة يناير الجاري طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة في مشاركة كبيرة من العلماء والخبراء والنخاب الطبية والمتخصصين من داخل الدولة وخارج الدكتورة اكثر شيء يميز هذا المنتدى عن غيره يعني بما ان الاول وانتو كهية الصحة قررت ان تحط ثقلها كلها في هذا المنتدى طبعا الميزة عن غيره من المنتدىات او المؤتمرات اللي حتى تشارك فيها هيئة الصحة في دبي نحن لما قلنا بدراسة المنتدىات اللي موجودة حاليا لقينا ان كلها متخصصة تطرق لأمراض معينة تخصصات معينة للعلاج منها ولكن هذا المنتدى يتطرق اكثر لصحة العامة وللستراتيجية الصحية والابتكار واستشراف البستقبل فهذه الاشياء اللي تميز المنتدى عن باقي المؤتمرات اللي تحصل فيه على مستوى الدولة يعني او المنطقة في القطاع الصحي وابرز الاشياء الثاني اللي تميزه هو التنوع في اختيار المتحدثين طبعا نحن في عندنا جلسة وزارية يشارك فيها وزراء دول عربية في عندنا وزيرة السعادة معالي عهود الرومي مشاركة معانا كمتحدثة في عندنا بعد برنايت كريشنا إذا تامعنا هو حاصل على جائزة نوبل نوبل وكان وزير الصحة سابقا في فرنسا وبنفس الوقت هو اللي أتس منظمة الطباء بلا حدود جميل وفي غيرهم الكثير إذا هذه أسماق قوية دكتورة بتحضر المنتدى أنا ما بغي أحرق المنتدى أكثر من هذا لكن يوميا بتكون عندي إن شاء الله رسالة عن المنتدى حتى يعني لين تاريخ عشرة نحن متواجدين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة شكرا لك دكتورة هذا التواصل ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا لحكم إذن كانت معنا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي للقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي وأيضا هي رئيس اللجنة المنظمة لهذا المنتدى منتدى دبي الصحي بعد الفاصل ما نلتقي مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي وأيضا استفساراتكم عن التأمين الصحي على 600551414 أو عن طريق الرسالة نصية على 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة مستمعين أعلنت هيئة الصحة في دبي مؤخرا عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على باقات التأمين الصحي يعني مع بداية العام الجديد 2017 وهذا تقديرا من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين اللي توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة وأيضا مراعاة من الهيئة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لما ظلت الضمان الصحي خلال الأيام الماضية حول هذا الموضوع حول التمديد وليه متى بيكون التمديد ومتى بيخلص التمديد ومتى الناس لازم يأمنون عشان شو؟ عشان الواحد ما يتخالف لأن فيه هناك مخالفات كل هذه المواضيع بيتحدث عنها الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي معنا في الستوديو صباحك الله بالخير دكتور الله بن نور السرور يا مرحبا أخي محمد أول سؤال دكتور متى بينتهي التمديد؟ يا أخي أنا ما عرف ليش نحن نركز على الغرامة والتمديد هذا دايما للأسف تعرف في حالاتياتنا بعدما أعلنت الهيئة أن فيه فرصة إضافية للالتزام بالقانون يا واحد قال خلاص أنتوا حين عطوني بيزاتي ويوم بتقرروا متى تبدأ الغرامة برجع لكم مرة ثانية فعلا سبحان الله يعني طبعا هذا ليش دكتور أنا أعتقد هنا لك نقص فهم من قبل الجمهور لأهمية وجود هذا الضمان يعني يا جماعة الخير الواحد يحسب إيقيسة ما بقول ما في وجه مقارنة ما بين الوادم والجماد لكن نتكلم عن السيارة دكتور أحيانا تقدر تسوق سيارة من غير تأمين هل تتخيل أنك في يوم من الأيام بس يوم واحد يكون ما عندك تأمين سيارة وانت طالع برا بموترك تناثض يا ريال وانت سوق في الشارع ما تدري ابنه بأي بيدعمك فهي الفكرة هي هي ذاتها يعني عموما دكتور نحن في حلقة اليوم نخلي المجال مفتوح للجمهور اللي عنده أي استفسار اللي عنده أي سؤال ولكن نرجع للأمور المهمة اللي يجب أن يعيها المستمع أولا دكتور في بعض الفئات ما يشملهم التأمين تكلمنا عنها نعيد دكتور تذكير بها لأن في سؤال كان يقول السلام عليكم ما عرفنا حتى الآن هل ابناء المواطنات مشمولين ولا هما من الفئة غير مشمولة بالتأمين حاليا في الوقت الحالي الفئة اللي مطلوب منها التأمين هو طبعا الإقامات اللي حاصلين على إقامات سارة المفعول في إمارة دبي بالنسبة للفئات اللي يتم علاجهم في هيئة الصحة في دبي مثل حملة المراسيم متأبناء المواطنات الفئات هاي مضمون لها العلاج من خلال هيئة الصحة في دبي فمش مطالب منها أنها تعمل تأمين لنفسه لكن إذا عنده عامل عنده خادمة عنده مثلا شخص مكفول منه هو مسؤول عن توفير التأمين الصحي للشخص المسؤول منه لكن هو في لنفسه مو مطالب أن يشري تأمين كانوا يتكرمون عن جزر القمر دكتور قذلك نعم عموما هذه الفئات كانت مجموعة أسهل عليها أيضا سؤال دكتور كان حتى تذكر الشباب وايد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سوريا خاصة فيني دكتور كان هناك أسهلة عديدة كانت تتحدث عن ليش أنتوا قايلين 650 و 550 ليش ما يكون فيه رقم محدد يعني طبعا مثل ما تعرف سوق ذوي سوق مفتوح وفيه مجال كبير للمنافسة ما بين الشركات المختلفة جميع الباقات هاي اللي تتراوح ما بين 550 و 550 جميعها متوافقة مع القانون تلبي جميع المتطلبات الأساسية اللي يتطلبها قانون ضمان الصحي من ناحية التقطية ونذكر فيها اللي هو زيارة الطبيب التحويل إلى الأخصائي التحويل إلى المستشفى العمليات الجراحية الحمل والولاد حالات الطوار كذلك الأدوية والفحوصات الطبية جميع الاحتياجات الأساسية المذكورة في قانون ضمان الصحي في الباق الأساسي في قانون ضمان الصحي مغطاة من قبل جميع الباق هاته تبدأ شركات التأمين تتنافس فيما بينها بتوفير بعض المزايا الإضافية أو مجرد تنافس سعري يعني حتى بعضهم مثلا يعني أنا مثلا عندي نتورك يمكن أكثر الاختلافات في شبكة مقدمي الخدمات كل شركة التأمين عندها مثل عقود مع مستشفيات مختلفة مع عيادات مختلفة مهم جدا بالنسبة للأفراد أن هي شيك شو العيادات اللي جريبة مني أنا شو العيادات اللي أنا محتاج لها هل موجودة في التقطيع هاي أو لا بالإضافة إلى المزايا الإضافية بعض الشركات تتوفر مثلا شبكة أفضل خارج إمارة دبي إذا أنا مقيم في الشارجة أو في عيمان ممكن الشركة الفرنانية عندها شبكة أقوى في خارج إمارة دبي داخل إمارة دبي الشبكات كلها متوازنة يعني اليوم وين ما انتساكن في إمارة دبي بالتأكيد التقطيع موجودة لكن إذا في عيادة معينة أو مستشفى معين مفضل بالنسبة للشخص أو يحب عادة أن يودي الأفراد اللي عندها فيتأكد أنها موجودة لكن خارج إمارة دبي فيه اختلافات في التقطيع كذلك بعض الشركات التأمين تغطي العلاج في بلد الموطن بالنسبة للعامل بالنسبة للموظف مثلا في كثير من العمليات اللي هي مش عمليات طالعة مثل عملية المرارة أو عملية حصوة الكلاء والأمور هاي ممكن يختارنا في إجازة الصيف وهو موجود في بلاده يعمل العملية ويتغطى من التأمين ويرجع هني ويكون بينها في فترة العلاج وبعدين يرجع مرة ثانية يواصل شغله فهذه الأمور موجودة كذلك فحوصات الكشف المبكر موجودة وحدة من الباقات تتوفر مثلا عملية هذه مسألة فحوصات الكشف المبكر دكتور يعني هذه الحين إذا أنا الخادمة عندي سوت هذه الفحوصات هل هذه يعني ممكن أخذها لتجديد الإقامة بعد نفس الفحوصات اللي يسوونها فحص الإقامة يختلف فحص الإقامة سلم كلا يفحص لمراضين معدئين أو مجموعة من الأمراض المعدية يفحص للسل ويفحص كذلك لمرض الفقد المناعة المكتزمة والأيدز وللأمراض الهبتايتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي وهذه مغير أن فحوصات نعم هاي فحوصات لأمراض معدية بالنسبة لفحص العمالة المنازل طبعا هاي إذا تبين موجود الأمراضي يرجع خارج جد لازم جهة حكومية هي اللي تفحص هذا الموضوع لازم جهة حكومية نعم عند مراكز الكشف المراكز اللي هو فحص العمالة اللي موجودة في الهيئة وترتبط حتى بطبيعة العمل يعني بالنسبة لمثلا لخدم المنازل يجب أنه يكون خالي من الأيدز يجب أن يكون خالي من مرض التهاب الكبد الوبائي يجب أن يكون خالي من مرض الصل لأن هاي أمراض معدية وفي حالة العمل في المنزل ممكن تنتقل إلى أفراد المنزل وهذا ممارسات عالمية وهذا شيء عالمي نعم بالنسبة لكشف المبكر الأمراض نتكلم مثلا عن السكر إذا اكتشفنا أن الخادمة أو العامل أو الموظف عنده سكر يبدأ العلاج ويدغطى العلاج بالتأمين مباشرة لا سمح الله أمراض القلب أمراض الكذا فأنت كلما تقدر تكتشف الأمور هاي بشكل مبكر عند أفراد المجتمع وتعالجها يقل تأثير المرض عليهم وتزيد فرص حياتهم حياة طبيعية ذكرتني دكتور لما طالعين الحلقة الماضية من الأستودي شفنا أحد المدرس شباب موجودين عندنا بالتلفزيون كي يتكلم عن الخادمة اللي ياته وصلح لضروسة كلها بخشي هاي نعم أذكر صحيح عموما دكتور السلام عليكم أحد ما يعمل في إمارة دبي لديه بطاقة عمل صادر من وزارة التوطين والموارد البشرية بدبي ولكنه يحمل أيضا تشيرة إقامة في إمارة أخرى سؤالي هل هناك قانون لهاية الصحة لمثل هذه الحالات أرجو الإفادة ودمتم فهمت السؤال دكتور؟ أنا مش واضح بالنسبة هل الإقامة اللي موجودة في الجواز صادرة من إمارة دبي؟ يقول أنه لدي بطاقة عمل صادرة من وزارة التوطين والموارد البشرية بدبي بس إقامته يمكن من إمارة أخرى لكن عند عمل واقت في إمارة أخرى في الوقت الحالي الربط هو مع الإقامة فإذا إقامة صادرة من إمارة أخرى وعادة يصير مثل عقد عمل مؤقت مثلا ما بينه وبين شركة ثانية موجودة في إمارة دبي تعطيه ستة شهور أو ثلاثة شهور حسب الله أظن يتهيأ لي يمكن هذا الوضع المطروح في الحالة يتهيأ لي يعني داما إقامته مش موجودة في دبي فهو مش مربوط عنه على السيستم مع نظام الإقامة وشؤون الأجانب وعلى فكرة يمكن بس بعض الآخر الأخبار اللي طرأت بالنسبة لموضوع التأمين قبل لا نبدأ أن ندخل في الأسئلة طبعا بدأ الربط بالنسبة للتأمين الصحي مع الإقامة يعني التمديد على موضوع الغرامات صحيح الهيئة الهدف في النهاية مش هو أنك أنت تغرم الناس الهدف أنك أنت تحمي الناس خصوصا مثل ما تفضلت يعني في الجزء الأول من الحلقة بالنسبة لحالات ذوي الدخل المحدود اليوم الدولة والإمارة ملتزمة بمعاهدات عالمية هي كذلك من ضمن استراتيجيتها توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع وتوفير حلول تضمن الحماية لجميع أفراد المجتمع مهما قل دخله اليوم الأرقام اللي موجودة جدا بسيطة ويمكن التوفير التأمين الصحي بالأرقام هاي كان يعتبر شيء يعني وايد صعب أنه نقدر نوصل له لكن بفضل الله تم الوصول له بذكر بعض الأرقام الأخرى اللي أعتقد أنها يمكن أن تهم أفراد الجمهور أنا دكتور إذا تسمح لي بس أطلع الفاصل وأرجع لأساس ناخذ راحتنا نحن شوي أكثر في عملية نذكر هذه الأرقام لتهم الجمهور وأنا روحي أبغي أعرفها أصلا ففاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل معكم الحوار اللي حاب يتواصل معنا على 600551414 أو عن طريق الرسالة نصية على 4009 إذن فاصلوا وراجعين صحة وسعادة سد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وساعة برنامج المسمر معاكم قضيتنا قضية التأمين الصحي اللي نناقشها مع الدكتور حيدر يوسف ضيفنا في السوديو مدير إدارة التمويل الصحي دكتور سامحنا قبل الفاصل قاطعتك لما كنت بغي تذكر بعض الأعداد والأرقام اللي ينضموا لمنظومة ضمان الصحي يمكن الأرقام اللي حبيت أذكرها متعلقة بالمبالغ اللي تحملتها شركة التأمين نيابة عن الكفلاء في المرحلة اللي طافت ويمكن في شهر 9 كان عندنا حوالي 700 جريب 800 حالة تحملت فيها شركة التأمين بالنيابة عن الكفيل أكثر من 20 ألف درهم يعني هذا المكفول أو الخادم أو العامل أو هكذا وصل للمستشفى وكان محتاج إلى علاج طاري ووصلت الفاتور أكثر من 20 ألف درهم كانت حوالي 800 حالة في شهر 9 ونشوف الأرقام هاي ياسا تتزايد في الشهر اللي طاف شهر 12 حوالي جريب 1200 حالة متحملتها شركات التأمين ووصلت فيها فاتورة العلاج أكثر من 20 ألف درهم من الحالات هاي تغريبا حوالي 40% فاتورة العلاج أكثر من 50 ألف درهم ومنها نسبة كذلك فاتورة العلاج فيها أكثر من 100 ألف درهم يعني أنت تتكلم عن ما هو متوسطه أربع إلى خمس حالات يوميا المستشفيات نشوفها والحمد لله بدأ التأمين يتحمل عن الناس المبالغ الكبيرة هاي في المقابل الشهر اللي طاف كان عنه حوالي جريب 300 حالة اضطر الكفيل أو الشخص أنه يدفع كاش تكلفة العلاج اللي بلغ كذلك أكثر من 20 ألف درهم وكان جريب 300 حالة والله دكتور يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة لو نقدر نصدف بعض الأشخاص من الحالتين دكتور لكن خلني أخذ علي معانا كمداخلة تفضل أخوي علي السلام عليكم السلام رحمة الله تفضل يا سيدي حالك يا أخوي طول عمرك أخوي أنا عندي بثل الدكتور عندي شركة عام الماضي يمسوي تأمين لهم في حد شركات تأمين كم عدد موظفي الشركة عشرة عشرة زيك لان بعدين لما بدأ بيخلص ثانيا باقي لشهر خاطبنا نجدد معهم رضبوا وقالوا أنكم أنتم خسرتونا المبلغ اللي شلنا منكم خسرتونا كلاة تضعافة زيك فبحثنا على شركة ثانية وغلفنا معهم بقي واحد من الموظفين كبير في السن وستيام معنا عمره 65 ما لقينا الباقة اللي بتناسب لن أعطونا سعر البوليسة حقها تقريبا 12 ألف فباقي معنا تقريبا ناسبوه واضح علي أن السؤالك واضح أنت عندك جزئين في السؤال الجزء الأول دكتور هل يحق لي شركة التأمين تقول الحق أي شركة موجودة نحن ما راح نأمنت لأن أنت خسرتين لا يحق لشركة التأمين رفض التأمين الصحي لأي شخص بعدين شركات التأمين أحيانا تعرف يمكن هل هي شركة تأمين هل هو وسيط تأمين يعني تختلف منه بالضبط الشركة فنأخذ التفاصيل من الأخ تحت الهو خلي رقم علي عندك يا حمد الهيئة عندها بوابة للشكاوي على أي يعني من الجهات الموجودة في منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي سواء كانت شركة تأمين وسيط تأمين أي شخص يتعامل بالتأمين الصحي الهيئة كذلك مسؤولة عن جميع الشكاوي هاي وتتواصل مع الجهات هاي وتاخذ حق الأشخاص بشكل دائم هذا من حيث المبدأ أما بالنسبة لسؤال الأخ بشكل مفصل طبعا ما يجوز لشركة التأمين إنها ترفض كذلك شركة التأمين لا تربح في كل باقة لا تربح في كل بوليصة يعني اليوم بتحصل شركات التأمين مثلا اليوم في المتوسط عندهم ما بين 300 ألف 200 إلى 300 ألف شخص موجود عندهم في البرتفوليو في المرهف عندهم في بعض الأشخاص بتوصل مبالغهم كبيرة جدا ومجموعة أخرى من أشخاص ما راح يستعمل التأمين أطلاقا أبدا فشركة التأمين متوقع أنها تربح ربح بسيط في المجمل لكن مش في كل حالة وبالتالي المبدأ هذا مش صحيح وفي حالة الجديدة وطلبت الشركة زيادة كذلك بشكل غير معقول ولا يتوافق مع الزيادة السعرية اللي سمحت بها الهيئة كذلك يتم التواصل مع الهيئة والهيئة بالتأكيد تدخل في الأمر إذن عادي وغير عادي أي حد يعني صادف مثل هذه المشاكل ممكن أن يتواصل معاكم دكتور فيه أرقام معينة أنت خصصتوها طبعا الموقع الإلكتروني لخدمة المتعاملين بضمان صحيح وأفضل وسيلة للتواصل ممكن كذلك من خلال الرقم المجاني للهيئة لكن إحنا دائما نشد اللي هو الموقع الإلكتروني I-Promes I-P-R-O-M-E-S بس تحطه على جوجل وعلى طول تطلع على الموقع أو من خلال طبعا بوابة إسعاد تدخل على بوابة خدمة المتعاملين بضمان الصحيح جميل فيدخل هو رقم البوليسة يدخل بيانات الشركة فكل هالبيانات مفيدة لنا في التعامل بشكل سريع مع هالنوع من الشكوى النقطة اللي نشوفها في هالنوعية من الشكاوي أخوي محمود نشوف نوعين النوع الأول فعلا شركة التأمين حاولت التملص من بعض من مسؤوليات وهذا الهيئة على طول تتعامل معها بالشكل وفي عليها قوائين وغرامات مثل ما فيه غرامات على الأفراد الناس دائما تتذكر لعلى الأفراد لكن كذلك فيه رقابة صارمة على شركات التأمين لأن الهدف هو توفير الحماية الصحية للأفراد والمخالفات عليهم مبالغة كبيرة يعني هالنوع من تهرب المخالفة عشرين ألف درهم تقريبا توصل في المقابل على الشخص لكل حالة لكل حالة نعم لكل حالة في المقابل أحيانا بعض الأشخاص عندهم توقعات غير طبيعية بالنسبة للتغطية يعني أنا أبا للمستشفى الفلاني وأبا تغطية خارج الدولة وأبا كذا وكذا وأبا دفع ستمئة درهم حق الباقي يعني اليوم كذلك لازم أن يكون هناك نسبة وتناسب ما بين نوع التغطية شبكة مقدمية الخدمات الموجودة اليوم تتراوح أسعار الخدمات الصحية في إمارة إدبي زيارة الطبيب تتراوح من ثلاثين درهم إلى ستمئة درهم فقط زيارة وحدة للطبي في سوق مفتوح وفيه الكثير من الاختيارات فبعض الناس كذلك وأبا والله كل الفئل مثلا الأغلى من المستشفيات أبا علاج خارج الدولة أبا كذا كذا وأبا أدفع أبو ستمئة ذكرتني دكتور كنت أنا أتعرف وين أسير وين جمال عبد الناصر في عيادة عن الدكتور هندي هناك أدفع 40 درهم صحيح بس لأنه كان شاطر هو ما يرتاح الشخص حتى يطلع الصفار من زباينة بعد يقول دكتور أنا ما أقول السبب أسر ما تكون دعاية الشق الثاني من مداخلة الساد علي كان على مسألة أنه عنده موظف 65 سنة عمره صحيح خصوصا بالنسبة هاي تسمى بال group policies اللي هي بالنسبة للشركات كلها تسمى بال group policy فعادة الفئة العمرية هاي لا تستثنى يعني ما يقموش من حق الشركة كذلك شركة التأمين هتستثني الشخص هذا توفر التأمين لكذلك جميع أفراد أو موظفي الشركة إلا في حالة ونرجع هني للشق الأول أن الطلب مثلا بعض المزايا الإضافية الكبيرة بالنسبة للشخص هذا اللي خلت التأمين له مكلف تدن يعني لما من سؤال الشخص لما قال لا طلبه بس 12 ألف على الشخص هذا معناته أنا عارف أنه طالب أشياء كثيرة لأنه بالنسبة للفئة العمرية هاي عندنا التأمين يبدأ من حوالي 2500 درهم في 3500 وفي 4000 بالنسبة للباقة الأساسية فإلا إذا كانت مزايا إضافية كثيرة مطلوبة بتأكيد ممكن توصل باقات التأمين الصحي في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم للشخص دكتور يعني الآن الأعداد اللي انضموا لمنظومة الضمان الصحي هذه واحد الثانية أنا شفت لما قلنا مددنا أن الناس شوية ريحة وما قاموا يروحون يأمنون مبتدة بس أنا أعتقد لازم نحض ضد لاين يعني حق الناس على أساس أن يعرفون أن المسألة خراص أن تبتدي عملية المخالفات صحيح فالواحد يروح من الحين يخلص بالضبط أنا يمكن حتى أذكر خبرتك على حالاتنا حالة قال لا خلاص عندما قددتوا ردوا لي بيزاتي يوم بتردون تحطون المخالفة بير برجع لكم مرداني فللأسف نشوف الحالات هاي اللي كذلك ما تعي أهمية التأمين بالنسبة لها وبالنسبة للمكفوليها وبالنسبة للأشخاص اللي هم مسؤولين عنهم ويمكن الهدف بس الخروج من الغرامة لازم دائما يا أخوان ننتبه إلى أن الهدف هو هدف أكبر هدف أسما هدف توفير الحماية الصحية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع نحن السنة هاي الحمد لله في عام الخير وأعتقد الحكومة بدت بتوفير التأمين الصحي للمواطنين من خلال برنامج سعادة من خلال البرامج الحكومية المخدلفة وبعدين طلبت منهم أنهم يوفرون التأمين بالنسبة لمخدوميهم بالنسبة المكفوليهم فبدت الهيئة والحكومة بالخير وبعدين طلبت كذلك استمرارية العمل هذا من قبل الكفلاء يعني دكتور إذا كانت المسألة يعني أكثر من مرة تمديد 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 الواحد يشوف أن المسألة شوي ممكن يزهر الله خير الهيئة ما قصرت يعني ووفرت هذا لأن الغرض مثل ما ذكرت ليس مخالفة الناس ولكن حماية الناس الآن حد يقول سلام عليكم هل تمددت مهلة بخصوص تأمين الصحي للخدم المنازل قلنا تمددت طبعا تراقب الهيئة حاليا عملية الضغط على شركات التأمين ورح يكون فيه إعلان رسمي من الهيئة بالنسبة للددلائن القادم رجاء توضيح الشركات التأمين ومعتمدة ومميزاتها طيب مثل ما ذكرنا سابقا هناك 50 شركة ضمان الصحي موجودة أسماء جميع الشركات من ضمن الخمسين في 9 شركات تختص بالباقة الأساسية لفئة العمالة يعني اليوم إذا عندك شخص راتبه أقل من 4000 درهم يجب أن التأمين يوفر من خلال 9 شركات مرخصة لفئة ذوي الدخل المحدود التسع شركات هاي اللي ذكرناها كذا مرة عمان للتأمين أليكو أكسا دار التكافل تكافل الإمارات NGI ضمان راس الخيمة للتأمين وعمان للتأمين فهي شركات التسعة وهي شركات التسعة يجب الحصول على التأمين الصحي لفئة العمالة أما بالنسبة لفاجئة أفراد المجتمع يمكن حصول على التأمين الصحي من أي من شركات الخمسين المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي جميل نحن علي تتصرفين مرة ثانية دكتور قلنا نتصرف نحن تحتل آلية الحماية هذه مهمة جدا مثل ما نحمي الناس بالتأمين الصحي كذلك نحمي الناس ونحمي حقوقها من خلال آلية التواصل موجودة مع الهيئة من خلال النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي نحن نبأ أي شكوى موجودة على شركة التأمين أي شكوى فعلية لكن قبل الشكوى بس نذكر الأشخاص يقرأ البوليصة يعرف حقوقها وواجبات يعرف شبكة مقدمي الخدمات اللي هم غطالة كثير من الباقات خصوصا الباقات الأساسية تسمى بجي بي كيت كيبر يعني لازم منها يدخل إلى طبيب العائلة أولا يشوف طبيب العائلة إذا قدر يعالجه يتم علاج المريض عن طريق طبيب العائلة أما إذا كان في حاجة إلى التحويل إلى الأخصائي أو التحويل إلى المستشفى يتم التحويل عن طريق طبيب العائلة أما في حالة الطوارئ فيمكن ندهاب إلى المستشفى مباشرة إلى أقسام الطوارئ والحصول على العلاج الطارئ بدون أي انتظار وبدون انتظار لموافقة من شركة التأمين كذلك يعالج المستشفى ويحل مشكلته وبعدين عند شركة التأمين 24 ساعة لبلاغ المستشفى أو بلاغ شركة التأمين عفوا أنه في الحالة هاي متواجدة عندهم طيب في سؤال يقول الموضوع كان يقول كل المكفولين ما قال لعندهم بطاقة صحية لا يعمل تأمين صحي بالنسبة لأبناء المواطنات أبناء المواطنات نحن عملنا التأمين الصحي وهم عندهم بطاقة صحية الآن كيف نلغي التأمين والله الذي يعمل التأمين الصحي كذلك هو استفاد منه اليوم يستفيد من مجموعة كبيرة من الخدمات في خارج المستشفيات الحكومية بالنسبة لآليات الغاء التأمين طبعا الغاء التأمين احنا بالنسبة في حالة ان انتهت اقامة العامل او الموظف ممكن الغاءه مع انتهاء الاقامة وهذا الغاء اللي هو الالزامي اللي يجب على شركة التأمين الوفاء به اذا الغاءت كفالة العامل او انتهت اقامته ملزمة شركة التأمين بينها ترد المبالغ او تحول المبالغ الى العامل او الشخص اليديد اللي بياخذ مكانه اما بالنسبة للشروط العامة للالغاء فيرجع الى الشروط التعاقدية اللي ما بينه بين شركة التأمين طيب أبرز الأسئلة اللي كان الدكتور الواحد اللي عنده أمه وأبوه على كفالته وهذه اللي يعني يكونون مثلا شركات التأمين يعني بعضهم ما يحبون يأمنون مثل هذه الفئات لكن مجبورين أن يأمنونهم ممكن يكون الرزق مالهم عالي بتأكيد وأيضا حتى النساء الحوامل كذلك في هذا الصدد فهذه الثلاث فئات دكتور دائما ما نصادف مشاكل مو مشاكل يعني ملاحظات كثيرة حول هذا الموضوع طبعا بالنسبة لفئة كبار السن مش كل الشركات عندها باقات لكبار السن لكن من الشركات التسع اللي ذكرناها ستة منهم عندهم باقات لكبار السن تبدأ أسعارها من 2500 درهم شي ثالثة 1500 شي أربعة آلاف شي خمسة آلاف فهذه الباقات موجودة لكبار السن الشركة اللي هي توفرها ب2500 أسبوع اللي طاف يمكن ذكارة الحالة هاي تم تأمين سيدة عمرها 103 سنة طبعا هذا العمر اللي موجود في الجواز يعني ما نعرف إذا هذا عمرها الفعلي ولا لا نعرف هاي جالأيام كان فيه تسنين وكان فيه واحد واحد بالنسبة للبيرنس أو بالنسبة للأباء والأمهات خصوصا إذا كانوا على إقامة الأب أو الأم بالنسبة للمقيم اللي موجودين في الدولة هاي فئة جدا مهمة الفئة هذه تكلفتها مثل ما تفضلت عالية احتياجاتها الصحية أعلى وبالتالي توفير التأمين والتغطية لها مهم جدا كانت أغلب الشكاوية اللي يتينا على الفئة هاي أننا ما نلاقي لهم تأمين يعني أباء الناس خصوصا اللي عندهم وعي عام ويعرف أهمية الموضوع هاي يقول أنا أدور تأمين حق أبوي حق أموي هم موجودوا وياي هنا أنا عرف أن العلاج مكلف أدور له تأمين مبلغي شيء أقل من 15 ألف 20 ألف 25 ألف كانت هاي الأسعار اللي موجودة الحمد لله الهيئة بالتعاون مع شركات التأمين قدرت توجد الآلية اللي ضمنت الأسعار المنافسة وأن وجود الباقة هاي بابتداء من 2500 درهم للشخص في السنة وهذا إنجاز كبير واليوم الحمد لله فيه إعداد كبيرة يمكن أنا حاليا الأرقام اللي نشوفها يمكن جريب أكثر من 12-13 ألف شخص استفادوا من باقات كبار السن اللي توفرها شركات التأمين المتوافقة مع القانون جميل إذن دكتور أرجع أنا بعد لمسأة ضرورية هي مسأة عدم التقاعص عن تأمين الخدم الموجودين عندكم يا جماعة تخير ترى المهلة وايد بسيطة مهلة التمديد اللي لم تعلن حتى الآن ولكن سوف تعلن قريبا إن شاء الله فالواحد يروح ويحاول يخلص قدر الإمكان مسألة التأمين الصحية عند بتأكيد وإحنا نتمنى أن هاي الجلسات المستمرة والتوعية المستمرة من خلال جميع وسائل الإعلام سواء المسموعة المقروعة المرئية التواصل الاجتماعي زادت وعي الناس بأهمية الموضوع هذا يمكن هالأرقام اللي نشوفها يعني هالحالات احنا نشوفها بشكل يومي يعني لما يكون عندي حوالي 300 حالة في الشهر اللي طاف فقط زادت تكلفة العلاج فيها عن 20 ألف اضطر الكفيل أن يدفع المبلغ هذا كاش فأنت نتكلم عن حالة يوميا كل يوم في حالة فالاحتياج إلى الصحة هو احتياج اليوم مثل ما ذكرت يعني مع عدم وجود التشبيه ما بين حياة الإنسان والجماعة لكن أنت تعرف تأمين السيارة أنت معرض له في أي فترة من الفترات لا سمح الله حد دعمك وانت دعمت حد كذلك الإنسان يحتاج إلى العلاج يحتاج إلى الصحة وبالتالي عملية الحاجة إلى التأمين الصحي هي موجودة إذا مش اليوم باشر إذا مش السنة هاي السنة الياية بالتأكيد الجميع راح يتعجر سلام عليكم أنا واصرتي يوجد لديه تأمين من ثلاث سنوات ولكن على اسم شركة آخر غير الشركة التي يوجد عليها إقامتي هل يتوجب علي عمل تأمين آخر؟ مع العلم أن شركة التأمين من ضمن الشركة المعتمدة دعم لنا عنده تأمين فهو معرف عنه في النظام أنه لديه تأمين ودعم شركة التأمين عامل을 upload على السيستم في الحالة هاي ما في عنده أي مشكلة هو واضح أنه بالنسبة للنظام تأمين وما فيه أي مشكلة جميل إذن دكتور بس نحن نذكر أنه تم تمديد المهلة الخاصة بتأمين العمالة المنزلية أيضا دكتور كانت في وحدة تتسل قبل البرنامج اتصرت وقالت يعني أنا أمي موجودة يعني خارج البلد تروح وترجع أنزين تقعد عندي يومين أو ثلاثة أيام وترجع مرة ثانية فيعني تقول أنا ما أشوف لها لزمة أني أنا أمي الوالد وأدفع لها تأمين صحي في هذا الموضوع لو هي إقامتها سارية المفعول طبعا الإقامة السارية هي حالة قانونية هي مقيمة تعتبر في الإمارة يعني هي تحب تكون متواجدة لمدة يوم يومين لمدة شهر لمدة سنة هذا شيء اختياري راجع للشخص يعني بالنسبة لحالات الزيارة في إقامة اللي ما تسمى بفيست الزيارة اللي بالنسبة للشخص يزور للمدة تقل عن ثلاثين يوم ويرجع يسافر في حالة وجود إقامة هي رسميا مقيمة وهذا وجودها لمدة يومين كل مرة أو ثلاثة أيام أو عشر أيام أو شهر أو ستة شهور أو سنة هو اختيار شخصي بالنسبة لها لكن الوضع القانوني بالنسبة لها أنها مقيمة وكذلك لا سمح الله حتى في الفترات القليلة التي تكون موجودة فيها تضمن على الأقل أنها محمية وأنها تغطية التأمينية جميل إذن في سؤال يوم أنت تعادل الحلقة وشو اسم البرنامج البرنامج اسمه صحة وسعادة وممكن تحصلون الحلقة على موقع هيئة الصحة في دبي في اليوتيوب على طول بعد البرنامج يتم رفع الحلقة عندنا باسل على آخر مكالمة على الأساس باسم باسم تفضل يا باسم أنت آخر مكالمة صباح الخير لأنا ما نختم معها فتفضل يا سيدي عندي استفسار أنا حاولت أعمل تأمين صحي لوالدتي هي بتبلغ من عمر سبعين سنة الله يحب بالحقيقة حاولت مع ثلاث ولا أربع شركات تأمين وضمنهم من الشركات اللي ذكرتوا هلأ بس أقل المبلغ ان طلب مني كان سبعة تالاف واربعمية وخمسين سبعة تالاف واربعمية وخمسين ورغم أني ما حددت ولا أي باقة طيب نعم مثل ما ذكرنا الباقة الأساسية تبدأ من 2050 ناخذ بياناتها تحت الهواء بنبلغها باسم الشركة إن شاء الله تعالى لكن لو تشيكت مع الشركات التسعة في 2500 وفي 6500 وفي 4000 وطلب منهم من الباقة الأساسية إيه ستة منهم يقدمون الباقة تتراوح الأسعار بشكل اختلف ويعني حتى سبعين سنة ما في مشكلة شفنا حالات أكثر من سبعين بكثير تم تأمينها فتحت الهواء بنعطي اسم الشركة إن شاء الله ممتاز دكتور فيه شغلة وايد مهمة نبغي أن أوه لها بالنسبة للمستمعين يجب عليهم أنهم يكونون صادقين جدا في عملية التأمين الصحي الفورم اللي يعبونها يجب أن يتم بصدق البيانات كلها يجب أنها تكون متوفرة وتدرج لشركة التأمين بشكل صحي فهذه مخالفة نعم بالتأكيد عملية حجب البيانات طبعا مخالفة اليوم نظام الصحي تواصل يعني احنا من خلال النظام الصحي نعرف مثلا العلاج السابق عند المستشفيات المختلفة فإذا كان في حالات ظهرت فيما بعد وظهر أن الحالة كانت موجودة لكن الشخص أخفاها فيلغى تأمينه ويفقد المبالغ بالإضافة إلى تعريض نفسه لموضوع الاحتيال طبعا على التأمين الصحي في المقابل هناك كثير من الحالات المزمنة التي تدخل حيز العلاج بعد ستة شهور يعني إذا بلغت الشركة والله أنا عندي مثلا مرض السكر عندي كذا فبالنسبة لأول باقة تأمين الأمراض المزمنة لا تدرج لمدة ستة شهور لكن بعد ستة شهور يتم تغطيتها وخلاص بعدها في التجديد والباقات اللي بعدها يتم تغطيتها نحن وصلنا لختام الحلقة طبعا الجمهور بدأ يتصل على ختام الحلقة لكن يعني نعدهم دكتور أسبوع الجاي إن شاء الله ننتكلم بشكل مفصل نحن تكلمنا عن الجانب اللي يخص الأفراد دكتور الأسبوع القادم سوف نتحدث يعني الواحد يقول أنت كل حاطين على الأفراد مخالفات مخالفات على الأفراد لا وننتكلم عن جوانب الأخرى جوانب خاصة بالشركات لأن القانون يشمل الطرفين شكرا لك دكتور حيدر اليوسف ما قصرت معنا وسامحنا خذنا من وقتك حاضرين ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بس نذكر الناس أن يروحون يأمنون دكتور ما ينامون أكيد 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 إذن المهلة تمد مددوها لكم الهيئة على أساس أن بس يعطونكم أكبر قدر أو فرصة أكبر لإنهاء إجراءاتكم السلام عليكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج أرجو ليفادة عن آخر تمديد حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات التأمين أخوكم بو أحمد آخر تمديد كان من ستة شهور بو أحمد ها من ستة شهور يعني البارحة يعني أسبوع اليوم ما عنده مشكلة يكمل إجراءات إن شاء الله تعالى وبس يستعزل يعني ما نحنقول الأسبوع اللطاف دكتور ليش عشان يروح يمد يخلص إجراءاته عموما مستمعينا اللي ما أمن يروح يأمن من الحين لأنه خلاص ما في ما في وايد وقت وأيضا نتمنى لكم يوم سعيد جدا وكل الشكر لفريق العمل عندنا حمد المعيوف كانت معنا في التنزيق ما قصرت اليوم الصفار شكرا لك حمد الصفار وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي حتى نرخيكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي